دي حكاية قبل ما سيب تصفيات كأس الأنم الأفريقية في مبارك حكاية غريبة جدا حصرت ما بين المنتخب النابي والمنتخب الليبي خلينا اشرح لك الحكاية من أولها لأخيرا من أولها لآخيرا منذ عدة أيام المنتخب النابي استقبل المنتخب الليبي في تصفيات كأس الأنم الأفريقية المباراة دي خلصت بفوز المنتخب النجيري واحد لشيء في الوقت المحتسب بدلا من الضعف الدقاق الأخيرة يعني المنتخب اللي بيتعابل في نجيريا بطريقة سيئة جدا نزل في مطار يبعد عن المطار اللي كان مفروض ينزله اللي كان قريب من فندق الإقامة بحوالي 200 كيلو متر 200 ألف كيلو متر أو 200 كيلو متر هم شايف ليه بدايما آه معلش خلاص يا جماعة الشباب جفو جواب يعدلولي أنا عندي مشكلة في الأرقام معلش 200 كيلو متر وهي بعد كده جاب لهم بصات صغيرة أوتوبيسات صغيرة كده مكروبصات يعني من الآخر تنقلهم للفندق وتنقلهم للملعب وقعدوهم في المطار كتير جدا وقعدوا يفتشوهم بهدلوا المنتخب الليبي بهدلوهم يعني قبل المباراة وبطريقة المعاملة بالمثل المنتخب الليبي أو عمل أزوط يعني إيه زود شويتين تلاتة تعملتلي كده تبخد بقى عندك نفس الكس مطار بعيد المنتخب نجيلي بقى لما سافر ليبيا مطار بعيد عن بني غازي ما عليش والله أصل الموظف بتاع الجوازات مش موجود استنوه شوية لحد ما ييجي عشان يبصوا على الجوازات أقعدوا شوية هنا ريحوا هنقلكوا في عربيات صغيرة برضو بص نفس الحكاية نفس الحكاية طيب هتقول لي مين اللي طلع خسران في الحكايتين دول الأول أقول لك اللي اتحاد الفريقية قال لك أنه هيفتح تحقيق في شكوى المنتخب النجيري ضد المنتخب الليبي في المجلس التقديم للكاف ده ليه عشان نجيري على طول اشتكت ليبيا ما اشتكتش أو المنتخب الليبي ما اشتكاش قال لك أنا هبقى ردها لهم وخلاص بس المنتخب النجيري أنصح قال لك لا أنا هشتكي للكاف اشتكى للكاف والكاف أكيد هينزل عقوبات على المنتخب الليبي منتخب النجيري انسحب أو بعد عن المباراة أو ما يلعبش المباراة ورجع لبلاده مرة أخرى مين باع الخسران الأكبر في القصة دي في رأي المتواضع هو المنتخب الليبي قول لي ليه أولا لأن المنتخب النجيري اشتاكى المنتخب الليبي وبالتالي المنتخب الليبي هيحصل عليه عقوبات الطرف الليبي ما عملتش كده مع المنتخب النجيري لما سافره نجاري ما حفظت على حقه ده واحد اثنين المنتخب النجيري عنده كثير من اللعبين المحترفين في أوروبا اللعبين الكبار في أوروبا وعملوا دوشة على حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا فالصحف والمواقع العالمية خدت فطلع المنتخب الليبي أو التنظيم الليبي قدام العالم كله سيء هم عملوا دعاية سيئة للمنتخب الليبي في كل مكان في العالم فأنا في رأيي كان على المنتخب الليبي أو الجانب الليبي أن يتعامل مع ما حدث في نجيريا بشكل قوي جدا أفضل من أنه يتعامل بالمثل في ليبيا قوي جدا لو يشكو بقى المنتخب النجيري يطالب بحقوقه يطالب بإلغاء نتيجة المباراة يطالب بتأجيلها وقتها يطالب بأي حاجة يعمل ياخد أكشن لكن اللي حصل في رأيي ما كانش موفق من المنتخب الليبي حتى لو بالمنطق النظري ما أنت زي ما عملت فيها عملت فيك بس أنت خسرت في الآخر وما عملتش الدعاية اللي عملها المنتخب النجيري نفسه بي